صدر أمر ملكي بأفائي فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه وتعيين أيمن بن سعود السياري محافظ للبنك المركزي السعودي بردبة وزير يأتي تعيين السياري بعد أن بدأ العمل في البنك المركزي السعودي عام 1999 والذي آره عام 2003 للعمل في قطاع الأسواق المالية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن لمدة سلاسة أعوام كما عين وكيلا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاتثمار في عام 2013 ومن سما نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي في 2019 قبل أن يصدر الأمر الملكي اليوم بتعيينه محافظا للبنك المركزي السعودي